رفعوا العلم الليبي وباركوا إلقاء القبض على سيف القبضافي ورئيس جهاز استخبارات والده عبدالله السنوسي وتوعدوا صالح وبقية العائلة بذات المصير ثوار الضالع وهم يتوافدون من مديريات الحصين والأزارق والشعيب وجحاف لمهرجان حاشد بقعطبة كما هي مسيرة دم جددوا رفضهم لأي حوارات مع نظام أدمن رأسه على المراوغة والكذب وأحال الحوار لمجرد مفردة فارغة يلوكها الإعلام الرسمي بلا فائدة ويرون أن المراهنة يجب أن لا تنصب إلا على أنفسهم في الحسم الثوري حالي يجب أن تنظر الصالح هو يضحك على الجميع ويراوغ الجلية ولا نحول من الآن وصاحبا على أي كان فالمبادرة الخليجية حقيقة نجب أن نرحى من تحت أقدامنا وكذلك أي مبادرة تأتي من أي دوي في العالم نحن نحول على شبابنا بعد الواحد وجل أي مبادرة نحن مع الشراب الذين يرفضون هذه المبادرة ولكن قلنا أهكذا إذا كان هذا النظام يريد أن يحفظ جميع اليمنيين وكان هناك نوع من الصمت وليس الرضا على هذه المبادرة المبادرة أساسا هي جاءات تنقض النظام وليس بتبقى الشعب اليمن يعتقد أبناء الظالع أن محافظتهم تحتل طليعة المحافظات الأكثر تضرورا من انقلاب صالح على شركائه في الوحدة بحرب صيف 94 فهي تضم قرابة العشرون ألف متقاعد يتوزعون على الجهازين العسكري والمدني غالبية هؤلاء من مناضلي حرب التحرير وقادة الجيش وجدوا أنفسهم في الشارع مجردين من كل شيء مناضلي سبتمبر المخربين إليهم يستلموا كل واحد من خمسين إلى مئة وخمسين وأنا يستلموا خمسة ألف ريال إيه للحد إيه الوحدة نحن دخلنا بوحدة وبأرض وبوطى ومعنة ودولة وثروة وبالأخير يظلمون إلى هذا الحد ومن الضالع انطلقت شرارة الاحتجاجات الأولى للمتقاعدين في العام 2007 والتي ما لبثت أن تحولت من احتجاجات مطلبية إلى سياسية رفعت سقف مطالبها بالتدريج بفعل التجاهل الرسمي وأعمال القمع التي موجهت بها أقول لهم أنضموا إلى ثورة شباب لأن هذه الثورة ستقضي على النظام الفاسق ستقضي عليه الله أكبر وبالأخير هي التي بيجيب لكم حقوقكم القضية الجنوبية وحرب صعدة والقاعدة وغيرها من رزايا وجراحات حاكها صالح كسياسة انتهجها في إدارته للبلاد على سبيل الحفاظ على الكرسي والبقاء في السلطة ملفات شائكة ولكن الشباب يؤكدون قدرة الثورة على معالجتها وأعادت الأمور إلى نصابها وفي مقدمة ذلك أعادت الاعتبار للوحدة المغدور بها وإيجاد حل ناجع وشامل للقضية الجنوبية بشقيها الحقوقي والسياسي نصر المسعدي قناة سهيل الفضائية محافظة الضالع محافظة الضالع